بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اهلا بكم من جديد رسالة من تركي ال الشيخ الى محمود الخطيب في مرضه وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة خاصة الى محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة الناد الاهلي وذلك بسبب مرضه الاخير وقال تركي ال الشيخ في فيديو عبر حسابه على تويتر لاستعارف موضوع الكابتن الخطيب الف سلامة وما يشوف شر ان شاء الله ربنا يرجع الاهل واحبابه على خير ان شاء الله بصحة وعافية ويخضع رئيس مجلس ادارة الناد الاهلي محمود الخطيب لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بمعرفة الخبير الالماني بيرت تالانفي في محاولة اخيرة للتخلص من الالام القاسية التي انتبت رئيس الناد الاهلي في الايام الماضية وينتظر الخطيب اسبوعا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها اذا ما زالت الالام وقال الدكتور احمد فرهود الطبيب المصري المعاول للخبير الالماني بيرت تالانفي ان محمود الخطيب سبق وان اجرى سلاس عمليات جراحية في نفس المكان وبالتالي فمن الافضل الابتعاد عن اي عمليات جراحية اخرى وان الطبيب الالماني الذي اجرى لرئيس الاهلي سلاس عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على محمود الخطيب بالمستشفى الملكي بالاسكندرية قبل يومين وتبين ان سبب الالام هو انزلاق غضروفي مرتجع ولابد من استقصاله او التخلص من الامه بالعلاج التحفظي اولا خاصة في حالة الكابتن محمود الخطيب لكسرة الجراحات السابقة واذا ما تم استنفاذ العلاج التحفظي واستمرت الالام بالتالي لابد من اجراء عملية جراحية في المانيا لاستقصال الغضروف وهذا الامر سيتحدد خلال الاسبوعين القادمين في ضوء الالام التي يشعر بها رئيس النادي الاهلي في ظهره في النهاية بشكركم مشاهدين ومتابعين مع خالص تمانياتنا بالشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي شكرا لكم مشاهدين ومتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة